ما زل مع راجل تعال بارح ليقول أنا رجل متزوج ارتكبت خطأا مع زميلتي في العمل قيل لأن زوجتي حرمت علي قلت لك زوجتك ما يش حرم عليك لأن الحرام لا يحرم الحلال واحد شرب قرعه شرب بعد حرام يشرب قرعه حمد بوعنا لا لا الحرام ما يحرمش الحلال فهمتها ولكن الواجب عليك أن تتوبى وستغفر اسمع إلى قول الله جل جلاله والذين إذا فعلوا فحشتا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تفكروا ربي قال واش درت أنا واش درت هذا الخالق اللي اخلقني وعطاني وارزقني وكان يجيب لي رزق انتاعي وأنا في بطن أمي في كرشي إماك ربي كان يجيب لك رزق انتاعك كان رحيما بك وم بعد كي خرشت أعطاك رزقك في صدر يمك أحب الخلق إليك في صدر يمك وم بعد رزقك وأعطاك وتزوش ودرك المرأة ودراري وكي رح تخطب هذيك المرأة أنا نطلب غلة هنا وأنا كده وما تخموش ويماك وليدي ما شاء الله وراجل ومؤمن وصالح وحنين وهم بعد تحتصني مع زاميتك في العمل ملا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم شفتي استغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ما دارموش على المعصية وهم يعلمون حبيت نعطيك الدعاء هاوليك على جبتك في الحلقة هذه أنا حبك تكتب هذا الدعاء وما دا بياك أعلم يسمعوني يكتبوا هذا الدعاء اكتبوه وحفظوه وقولوه فهذا خير عظيم يعني وكنز من كنوز الاستغفار قل أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم عدد خلق الله العظيم هكذا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لأن الزنا من الذنوب العظيم والشرك من الذنوب العظيم والكبيرة وعقوق الوالدين وشهادة الزور شهادة الزور فهمتوها قل أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم عدد خلق الله العظيم اسمع إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارة لما نستغفر ربي أستغفر الله أستغفر الله وشي سرى شوفش قال ربي يرسل السماء عليكم مدرارة الاستغفار يجيب المطر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ويمددكم بأموال وبنين شفت الاستغفار يجيب الدرع أهم الخير أكثر من الاستغفار وربي يمدك بمدد من عنده لما رأيك لم تحملش أكثر من الاستغفار كل يوم عندك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم عدد خلق الله العظيم وربي يخفر لك ويتب عليك